بسم الله الرحمن الرحيم حبايب ناجيل 2006 خلالت لكم بهذا الفيديو قصير جدا لأنه في بعض الطلاب إلى الآن سواء يعني كنت من طلابي أو من غير طلابي هذا المقطع حيفيدك كيف أميز زي الحمض القوي والحمض الضعيف القاعدة القوية والقاعدة الضعيفة جزء كبير من الطلاب بضيع وبتوح بين هذول وهذول لحد الآن مش قادر يميز في هذا الفيديو بس لخص طلك إياهم بشكل بسيط وركز معي أرجوك 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 عشان تستفيد إن شاء الله تعالى شوف كيف أميز بين الحموض والقاعد جيل 2006 تابعا انتبهوا معي أولا الموادع دي تقسم إلى حموض وقاعد متفقين الآن الحموض في منها حموض قوية وفي منها حموض ضعيفة صحي الكلام؟ صحي الكلام الحموض القوية أنت ملزم في حفظها بالإضافة إلى حموض الكبريتيك لكن هذول أنت المطالب فيهم وفي حساباتهم اللي إن شاء الله رح تيجي وتتعلمها سواء من عندي أنا كأستاذة أبد الحميد أو من عند غيري من المعلمين فإذن هاي نقطة هاي الحموض القوية مضطربين لحفظها طب الحموض الضعيفة كيف أميزها؟ إذا حفظت القوي أي شي دون هذول ضعيف طب كيف أميزه برضه؟ أي مادة تبدأ بـ H أي مادة غير هذول ما تطلع كلهم بيبدو بـ H بس هذول قويين بدك تحفظهم أي مادة غير هذول تبدأ بـ H نعتبرها حمض ضعيف زي مثلاً H-C-N H-F H-N-O-2 مش N-O-3 H-C-L-O مش H-C-L-O-4 انتبه الـ H-I والـ H-C-L والـ H-B-R والـ H-I والـ H-C-L-O-4 والـ H-N-O-3 هذول قويين أي شي ثاني بيبدأ بـ H غير هذولة يعتبر حمض ضعيف أو أي شي بينتهي بـ C-O-O-H أبو عيون هذا بنسميه تمام؟ بنسميه أبو عيون أي شي بينتهي بـ C-O-O-H هذا بنسميه حمض كاربوكسيلي زي C-H-3 C-O-O-H H-C-O-O-H هاي كل ياتها تعتبر شو؟ عبارة عن حموض ضعيفة تمام؟ هاي الجزئيات حموض ضعيفة طيب الحموض القويه إيش هي يا أستاذ؟ القواعد عندي قوي وعندي ضعيف إذن خلصنا الحموض قدرنا نميز بين حموض القوي و الحموض الضعيف طيب القواعد في عندي قواعد قوي وعندي قواعد ضعيفة القواعد القوية شو هي برضو حفظ N-A-O-H هيدروكسيد السوديوم L-I-O-H هيدروكسيد الليتيوم K-O-H هيدروكسيد السوديوم أنت مطالب بأول ثلاث حفظا وشغل حسابات في عندي كمان C-A-O-H-B-2 تعتبر قاعدة قوية بس مش مطالبين فيها كحسابات في عندك S-R-O-H-B-2 تمام تعتبر أيضا قاعدة قوية فبدك تنتبه أنه هاي هي القواعد القوية حلو خلصنا القوي نجعل قواعد ضعيفة شو القواعد الضعيفة؟ أي إشي فيه N زي ال-N-H-3 N-2-H-4 C-5-H-5-N أي إشي بينتهي بـ N-H-2 أمينات الأمينات كلها تنتهي بـ N-H-2 هاي تعتبر إيش؟ تعتبر قواعد أو أي شي فيه N سيبنا من ال-H-C-N هون بما أنه فيه N يعني تعتبر قاعدة لا وهي القواعد القوية هاي الحموض الضعيفة وهي الحموض القوية هذا الفيديو بس لكم عشان أن كل الطلاب اللي ضايع في التمييز بين حموض والقواعد إنه هذا بينبني عليه شغل كثير كبير لاحقا يعرف كيف يميز تمام؟ حتى يستفيد كيف يعرف أو كيف يميز تمام؟ بإمكانكم تحصلوا على البطاقة من منصة أساس تطلبوها من خلال المندوب مع الدوسية على 078253 1-2-3-6 تمام؟ إذن في 0782531236 من خلال المندوب الدوسية بالإضافة إلى البطاقة بـ 55 دينار والتوصيل مجاني أو من خلال منصة أساس نفسها على رقمهم الخاص أو من خلال المكتبات المعتمدة بإمكانكم تجيبوا الدوسية وأيضا البطاقة كل التوفيق لكم وربنا يستر أموكم يفتح عليكم في هذا العام وأسأل الله سبحانه وتعالى دائما لكم التوفيق والتيسير والخير الوفير بإذنه تعالى سلام عليكم اشتركوا في القناة